السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة وصفة نت اليوم ان شاء الله سنحضرها مع بعض حلوة التي تتحضر بسرعة بدون طابعة نحضرها أسرع حلوة ممكن تحضرها لا تأخذ منكم وقت طويل كذلك لا تأخذ مجهود وتأخذ راقية في شكلها وتأخذ شيشة والديدة ان شاء الله نتمنى انكم جربوها اكيد وبإذن الله ستعجبكم فهي رائعة اذا نجدكم مع مراحل التحضير وانتمنى انكم تابعوا معي الفيديو للاخر بسم الله على بركته الله بمسبة المكونات لدينا كأس من السقة هذا الكأس بقياس 150 مل كأس من زيت 150 مل قبصة من الملح بيضتان 4 ملاعق كبيرة من ناشا كيس من السكر بنكهة الفانيلا كيس من خميرة الحلويات بيكين باودر من وزن 8 غ والدقيق الكافي تقريبا سنحتاجه 450 غ من الدقيق إلى نصف كيلو غرام اذا هم المكونات البسيطة جدا سنضعوا على بركة الله المراحل التحضير بسم الله على بركة الله أولا نضعه في قبصة من الملح بسم الله نضيف البيض من بعد السكر والسكر فانيلا بسم الله نخلطوا البيض مع السكر جيدا تبني واسم نخلطوا ونحسون بأن السكر داد بسم الله نضيف السكر ونضيف اللعا ونضيف الناشا كبير ملايب بسم الله اربعة ملايع فالنشك يجعل الحلوة خفيفة وكأننا وضعنا لها الزبدة يعني يحسن الحلوة بشكل جميل إذن نحركه من بعد نضيف الخميرة خميرة الحلويات كيس واحد ونستمر في إضافة الدقيق وهو مغرب الأيمن خون حتى تكون لدينا عجينة متماسكة كما قلت لكم كمية الدقيق تقريبا 450 غرام بسم الله إذن نستمر في إضافة الدقيق من اللي نحس أن العجينة تتماسك نخدمها باليد كما ممكن توضعها في الخلاق الكهربائي بعد أن نضيف كمية الدقيق تقريبا 450 غرام أو 400 غرام مهم كيف يبقى حسب الخلاق هذا هو الشكل في تطبيعها لكي لا تستمر فيها لكي لا تقريبا لأنها مهمة تراحة دقيق ونتمشك وتنجي وقتل وإذا 透بوا لها طبيع وحاجاتنا وجدوا إضافة ترحة مزينة إذا على بركة الله سنحاول نقسمها و سنشكل منها حرابل حرابل طوال سنقسمها هنا على ثلاثة مهم الحجم يبقى حسب الرغبة إذا سنقسم الرش هنا قليلا إذا سنقسم الحربل للنصف هذا على حسب الحجم القليل سنقسم هنا صفيحة الفن و سنقسم فيها إذا سنقسم الحجم الصفيحة و سنقسم مرة أخرى كذلك سنقسم هذا من بعد على بركة الله سنقسم العشينة سنقسم ملعقة يعني سنقسم الحربل الذي وضعناه في الأول و سنقسم الملعقة و سنقسم سنقسم القليل من دقيق خذها من بعد هنا في الطرف سنقسم السكين و سنقسم ستحضر بسرعة و سنقسم في الجهة الأخرى إذا نزلنا إياه سوف نشارك معكم واحدة أخرى من بعد ما شكلنا الكمية الأولى ندخلها للفرن درجة حرهرة متوسطة هنا سنقوم بعمل 180 سوف نضع النار من الأسفل حتى يتحمرون ويطيبون من بعد سوف نضع النار من الأعلى يتحمرون كذلك من الفوق لكن من الأعلى سوف نجعلهم يتحمرون قليلا فقط لكي يبقى اللون وشكلهم جميل سوف نكمل بنفس الطريقة ونعملها العجينة المتبقية بعد ما خرجنا الحلوة من الفرن كما شاهدت معي يكون هذا هو الشكل نحمرون جيدا من الأعلى نحمرون فقط من الأسفل كي تكون حمر جيدا نأخذ المربى المربى المشمش أو لا المربى الفرولة سنقوم بزونش سوف نقوم بعمل مربى الفرولة وكذلك المشمش سوف نسخنه فوق النار حيث لا تسخنه ممكن لكن سوف نسخنه سوف يكون أفضل فلا يأتي برد يجب أن يكون متماسك جداً على الحلوة أفضل من إلاء درناه بدون تسخين يعني هكذا يأتينا أفضل بسم الله سنبدأ الآن نوضعه هنا في هذا المكان أو في الحفرة الذي أسبق لنا درناه إذن سنوضعه جانباً ونجعله حتى يتماسك لنا هذا المربح ونجعله حتى يتماسك جداً ونجعله حتى يتماسك جداً ونجعله نفس الشيء إذا أحبت أنكم تطحنوا ونجعله أنا أفضلت أن نجعله هكذا يعني بدون أن تطحنوا فقط سخنتوا فأتي يأتي الديد كذلك الشكل يأتي غامق إذن هنا عملت نفس الشيء سخنت هذا المربح ونجعله هنا بسم الله إذن كمشته من بعد ما نسخنه المربح فأتي يأتي متماسك جداً يعني هذا أفضل من إذا وضعنا هذا لا يكون متماسك هذه فقط نصيحة سوف نبدأ الآن في التقطيع نحاول نضع سكين ونضغطه دفعة واحدة بهذا الشكل مهم الحجم يبقى حسب الرغبة حاولوا تضغطوا دفعة واحدة لكي لا تكسر لكم بسم الله شكراً إذا كنت تقطعوه هكا وقطعوه لكن هكا يأتي صراحة الشكل ديالهم أرقى بسم الله إذا من باب ما قطعنا الحلوى كما تشوفوا فهذا المربك يأتي متماسك لذلك سخنوه ها هو ما تلتسقش باليد أبدا عكسي لو وضعته سائل فكيبقى في الحلوى من الأعلى ديالها على بركة الله الآن كتزين والزين يبقى اختياري سوف نأخذ الكمية من اللوز ونضعه في الأعلى إذا متابعينا هذا هو الشكل النهائي للحلوى قد تخرج كمية وفيرة ما شاء الله إذا لدينا هذا وهذا ما زال ما كملت لهم اللوز من الأعلى وعندنا هذا نتمنى إن شاء الله أنكم تجربوها فهي اقتصادية والأهم كتتحضر في دقائق يعني سريعة جدا نتلقى في فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر